إذن نستطلع الأوضاع ميدانيا من ريف حلب معي الصحفي أنس تريسي أنس أهلا بك الآن إذا كان لك أن تعطينا فكرة عن كل التطورات العسكرية الحاصلة هناك خاصة أن نظام الأسد أعلن رسميا بأنه استعاد أغلب المحافظة هناك صحيح محمد يعني خلال ال72 ساعة الماضية تقدمت قوات النظام أكثر في ريف حلب الغربي وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية أو بالأحرى مدن وقرى وبلدات كانت تحت سيطرة فصائل المغارضة المسلحة بيانون وعندان وحريتان وكفر حمراء بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى كانت متوضعة على الطريق الواصل ما بين مدينة حلب ونبل والزهراء وهو بكل تأكيد الطريق الواصل بين حلب وعينتاب عند سيطرة قوات النظام على هذا المكان نزحت غالبية الأهالي من هذه المنطقة وبكل تأكيد أيضا انحازت أو انسحبت فصائل المغارضة المسلحة من هذه المنطقة وباتت تدور الاشتباكات على محاور جديدة وهو محور الفوج 111 بالإضافة إلى عينجارة ومحور الفوج 46 الذي دارت اشتباكات عنيفة حول هذه المنطقة ما بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات النظام السوري هذه المنطقة التي هي مطلة أو متداخلة تماما ما بين ريف حلب وريف إدلب وتحديدا أتكلم عن منطقة معارضة مرسان وميزناز حيث شهدت اشتباكات عنيفة قبل 48 ساعة طبعا الاشتباكات لم تقتصر فقط على هذه المنطقة وإنما دارت اشتباكات متقطعة بريف إدلب المطل على الطريق الدولي رافق كل ذلك قصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات النظام استهدف عدة مناطق سواء كنا نتكلم عن المناطق الحدودية أو حتى المناطق الداخلية فرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية أشارت لسقوط أربعة مدنيين خلال الساعات القليلة الماضية وأيضا جرحة تم إسعافهم إلى الحدود السورية التركية بسبب قصف إما مدفعي وصاروخي أو إما قصف من قبل مقاتلات حربية روسية تقلع من مطار حمام العسكري أو حتى مقاتلات حربية سورية تقلع من مطار حمام العسكري طبعا يذكر أنه قبل تقريبا أربعة وعشرين ساعة أو عفوا للدقة ثمانية وأربعين ساعة استهدف مشفيين في مدينة دارة عزة بريف حلب مما أدى لخروجهما تماما عن الخدمة طبعا بلد الترمانين البارحة تعرضت لقصف ليلا مما أدى لسقوط مدنيين طبعا كل هذه الأحداث التي تجري تؤدي بالضرورة إلى حركات نزوح جديدة حيث نحن الآن في أحد مخيمات النزوح يعني الأهالي ينزحون إلى أي مكان في محافظ إدلب أو حتى في ريف حلب لخوفا من تقدم قوات النظام أو حتى بسبب الغارات الجوية الروسية أو السورية قبل تقريبا نصف ساعة من الآن كان هناك غارات جوية من قبل مقاتلات حربية روسية استهدفت دير سنبل قرية دير سنبل بجبل الزاوية طبعا لم تردنا أنباء إلى الآن عن سقوط يعني مدنيين كجرحة أو قتلة نتيجة هذه الغارات الجوية لكن بالمجمل الوضع بشكل عام في إدلب وحلب على صفيح ساخن تعزيزات تركية دائما تدخل إلى الأراضي السورية عبر المعابر العسكرية نعم أسمعك طيب بفقد أنه فيه تأخر بالصوت لذلك انتظرت حتى على الأقل تعطينا أكثر قدر ممكن من المعلومات لكن إذا كان تقنيا سهل تعطينا صورة أوسع عن المكان الموجود فيه وعدد النازحين الموجودين في هذا المخيم وأحواله إذا كان بالإمكان توصيع الصورة يعني التنقل نعم 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 بكل تأكيد يعني حيث نحن الآن في هذا المخيم كما تشاهدون الآن بعدسة الكاميرا يعني هذا أحد المخيمات الذي يضم تقريبا عشرون عائلة نزحوا من ريف إدلب الشرقي إلى هذا المكان نلاحظ أنها منطقة نائية تماما الخيام أنشئت على عجل لا يوجد أي أرضيات مهيئة بشكل جيد بالإضافة إلى يعني انعدام خدمات كالاتصالات أو حتى يعني الكهرباء أو أبسط مقاومات الحياة هذا المكان الذي نحن فيه وفيه هذه الخيام لا يوجد به أي نقطة طبية وهذا الحال يندرج أو بإمكاننا القياس على غالبية المخيمات الموجودة في ريف حلب وريف إدلب التي أنشئت على عجل بسبب تخوف الأهالي من النزوح المباشر أو التقدم لقوات النظام في عدة مناطق والقصف العنيف الذي تتعرض له غالبية المدن والقرى والبلدات بإمكاننا القول أنه لا يوجد أي مكان آمل حتى الآن يعني في إدلب أو حلب جميع المدن والقرى والبلدات تحت نيران إما الطائرات الحربية الروسية أو حتى قوات النظام عبر سلاحها الطائرات الحربية أو حتى الطائرات المروحية بالإضافة إلى تقدمها أكثر وتغلغلها في ريف إدلب وريف حلب فباتت صواريخها أو المدى المجدي للصواريخ بحسب محللين العسكريين يصل إلى غالبية القرى والبلدات والمدن كما شاهدنا البارحة ليلا يعني مدينة الدانع التي تعد منطقة حدودية تعرضت لقصف عنيف براجبات الصواريخ والمدفعية هذا الأمر لا يعني يعطي صورة بطريقة أو بأخرى من عدم الاستقرار للأهالي دائما الأهالي متخوفين من تقدم قوات النظام أو حتى من القصف الصاروخي أو المدفعي طيب أناس نتكلم تقريبا الآن بحسب فريق من استقوال استجابة نعم أناس قلت أنه نائب أنه نائب كما قلت نشدين أنه الصوت ستأخر حتى يصل لذلك تداخل سوطانة نعم قلت أنه من الصعب يعني المنطقة نائية لكن هل هناك أي محاولة وصول لأي منظمة إنسانية لتقديم المساعدة للعائلات العشرين الموجودة في هذا المخيم نعم يعني قبل هذا البث المباشر تحدثنا مع الأهالي القاطنين هنا وللأسف لم تأتي إليهم أي منظمة إغاثية أو يعني جمعية خيرية يعني بشكل عام هذه المخيمات التي تنشأ على عجل تكون بمناطق متفرقة لا يكون هناك اتصال نحن أول من وصل إلى هذا المكان ونقوم بعملية بث مباشر منه نعم وننقل هذه الصورة الحقيقة المأساوية للأهالي الذين يعني يقطنون في هكذا أماكن نائية بكل تأكيد هذا ليس النزوح الأول لهذه العوائل الموجودة هنا لقد نزحوا ربما يعني أكثر من مرة من مكان إلى مكان إلى مكان بسبب تقدم قوات النظام الأهالي الموجودين في هذا المكان هم من ريف إدلب الشرقي نزحوا إلى منطقة سراقب ومن ثم تقدمت قوات النظام وسيطرت على سراقب فنزحوا إلى منطقة أخرى ومن ثم يعني آلة بهم المطاف إلى هذا المكان حالهم حال تقريبا غالبية العائلات السورية التي باتت تنزح من مكان لمكان عندما نتكلم عن الحملة العسكرية التي يعني بدأت بها قوات النظام خلال الأشهر الماضية وسيطرتها على ريف حلب أعفوا على ريف حما الشمالي كفارزيتا واللطامنا ومن ثم السيطرة على مورك وخان شيكون ومعارة النومان على الطريق الدولي أمفايف ومن ثم سراقب وإكمال السيطرة على الطريق الدولي أمفايف الواصل بين دمشق وحلب ومن ثم تقدم العمليات العسكرية باتجاه جبل الزاوية ونزوح مدينة أريحة وجسر الشغور بالإضافة إلى العديد من القرى التي تمثل عددها بأربعين قرية من منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي الذي كان يضم ما يقارب الثلاثة وستين قرية جميع الأهالي في هذه المناطق نزحوا إلى الحدود السورية التركية نحن نتكلم بكل تأكيد عن كارثة إنسانية كبيرة لم تحصل بتاريخ سوريا من قبل جميع المنظمات الإنسانية الموجودة هنا أو الجمعيات الخيرية تقدم المساعدة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر دولي بكل تأكيد يحتاج إلى وقوف الأمم المتحدة عند مسؤوليتها الإنسانية للاستجابة الطريقة لهؤلاء الأهالي الموجودين في مناطق الحدود السورية التركية أو حتى في منطقة عفرين وريف حلب الشمالي إذن شكرا لك من ريف حلب الصحفي أنس تريسي وتجول مع كاميرا الحدث وربما من أوائل من استطاع أن يصل إذن إلى أحد مخيمات النزح في هذه المناطق النائية والتي أصلا كما كان يقول أنس يعني تصعب أو يصعب الوصول إليها من قبل بعض المنظمات الإغاثية شكرا لك أنس